لنتحدث لكم عن صحتي اللي هي يعني يعني رايك في اسبانيا تحت علاج اللي من هذا يعني المواد السامة والحقن اللي تعرضت لها من طرف الاحتلال المغربي وهذا التورم اللي مرقف شردي وهذه العين يعني يعني عنها اللي هي عين وحيدة نشوف منها واحدة فقوها الاحتلال المغربي واللي كان خاصني تم تحت رعاية طبية واللي كانت في هذا السجن فهذه اللي قامة الجبرية فهذا التعذيب فهي الانتهاكات الجسيمة للحقوق الانسان اللي مارسوا علينا جميع الوسائل الانتهاكات الجسيمة واللي هي من ضمنها الحقن السامة بالتعذيب على جميع الاشكال تسميم خزان الماء هي مرحلة طويلة من الانتهاكات مرحلة طويلة من تعذيب والتنكيل ومن الاقتصاب ومن كل يعني اشكال التعذيب مرسوا علينا الاحتلال المغربي في مدينة بوجدون المحتلة رسالتي من هون لكل احرار العالم بالخصوص للدولة الجزائرية والشعب الجزائر الاحرار ونقول له ان شاء الله السلطانه مستمر بالدفاع عن الوطن سواء تحت علاج سواء في الصحة ان شاء الله جيدة اللي انتم ان شاء الله مواصلين معركتنا حتى نيل الحرية والاستقلال اشتركوا في القناة